طبعاً لو سؤالك مهمة قوي بس لازم نعرف يعني ايه كلمة التهاب رئوي التهاب رئوي معناه التهاب في الحيصلات الهوائية في الرئة واحدة أو رئتي طبعاً كلمة التهاب رئوي ما هيش كلمة بسيطة لكن احنا نقدر نحددها على حسب الدجري بتاعها يعني على حسب درجاتها فيه التهاب بسيط وفيه التهاب متوسط وفيه التهاب شديد وده بيعتمد على مين؟ بيعتمد على عمر المريض ويعتمد على حالة المريض عاملة ايه وبيعتمد على سن المريض بمعنى ان لو جه طفل صغير أقل من سنتين فيه خطورة رجل كبير أكثر من خمسة وستين سنة فيه خطورة فيه ريسك فاكتور موجود في المريض نفسه زي واحد بتعالج من أمراض المناعة أو واحد عنده بعد شر كنصر أو واحد عنده سكر عالي مش متزبط أو واحد عنده أمراض كبد أو أمراض قلب ده كلها بنسميها ريسك فاكتور بيساعد ان الالتهاب الرئوي يكون شديد طب ما معنى كلمة التهاب الرئوي؟ التهاب الرئوي ده لازم نفهمه لأستاذ المشاهدين أنه هو عبارة عن التهاب في الحيصلات الهوائية وينتج عنها تراكم سوائل مليانة بصديد داخل الحيصلات الهوائية طب ده فكرة حضرتك هيكون عامل إزاي؟ أول حاجة قرشة نفس هتلاقي عليه كلمة قرشة نفس نهاجان والنهاجان ده بيبقى مستمر وبصورة واضحة جدا التاني حاجة ارتفاع بدرجة الحرارة وارتفاع بدرجة الحرارة فيه يعني فيه اختلاف الناس الكبار في السن ممكن يكون عندهم التهاب رئوي وده بيبقى برضو ساعات الدكتور مقدرش يشخصها قوي إلا وكان قاري أو فاهم أن التهاب الرئوي مع الناس الكبار في السن ساعات ما بيبقىش فيه أي علامات من درجة الحرارة وده شيء مهم جدا لازم نذكره في الحلقة بتاع ساعاتك أن الكبير في السن ركز على سماع السدر بمعنى لو كان بيشتكل من كحة بالشرط يكون معاه الحرارة ده لو عدى الستين أو خمسة وستين سنة ومهمة أول لازم نعرف أن لو كان يونج أو متوسط العمر أو صغير بتبقى درجة الحرارة معدية تمانية وتلاتين ونص أو تسعة وتلاتين وفي نفس الوقت ما بتنزلش يعني كلمة ما بتنزلش يعني قدي علاج ما فيش فايدة الأعراض ما فيش فايدة يقعد خمس ست سبعة تمنت أيام بنفتكره نازل شعبية ولازم أعرفك أن الإمامة على كلمة نازلشعبية والتهاب الرئوي في فرق ما بين النازلشعبية العادية والتهاب الرئوي وفرق بسيط خالص بغير ما تروح للطبيب ترجمة نانسي قنقر